الخبر لو اللي عدنا عن قمر مارو ووصول حسابها بالإنستجرام للسبعمائة ألف متابع فإن شاء الله ألف ألف مبروك وعقبال مليون يا رب فإن شاء الله توصل لبقرب وقت ولا تنسون يا حبايب تبرقوا له بالكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن مفاجآت اليوتيوبر فأول يوتيوبر اللي عدنا هو غيث ماروان فغيث نزعل حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي كانوا يا ساما ماروان بهذا الستوري أعلنهم من خلاله أن نزول أغنيتهم الجديدة اليوم شنطة فيها جواز سفر واللابتوب والفيديو كلب اللي حينزل مفروض بكرة فتح السيارة رجعت الشنطة معقول مالحرام هاي هاي جايبة هدية شكلي جايبة مالحرام مالحرام ما مطلع مصري ما بعرف كيف يعني ضاعت بس منيح لقيت لقيتها معناته نص نص أما اليوتيوبر الثاني فهو محمد مارو أنور مار فأنور نزع على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي حمس بي المتابعين للمقطع اللي راح ينزل اليوم الساعة بالأربع على قناة الجلادين الخبر الثالث اللي عدنا عن تهجم متابعين على نورستار بسبب بيسان اسماعيل فنورستار نزلت على حسابها بالإنستجرام هذا البوست هذه الصورة وفعليا كل الكومنتات اللي جاتي كانوا يتهجمون بها على نور ويقولون أنه نور تغيرت وصارت تلبس قصير مثل بيسان وأنه بعد ما تعرفت على البيساني تشارت والأشخاص اللي يطلبون من عدها أنه ترجع النور القديمة فمادري صراحة هذي الصورة حاليا قدامكم شو تشوفون هالنورستار تغيرت عن قبل أنه صارت تلبس قصيرة يعني كتبونا بالكومنتاتي حبايا برايكم هذا الخبر وهل يستحق التهجم أو لا الخبر الرابع اللي عدنا عن مصطفى ريدر وقصف العمر الكيلاني ووسام وماريانا فريدر نزع على حسابها بالإنستجرام هذا الستوري اللي يقول بي أنه أفضل ملحم بالعالم طلب أنه يشتغل وياه وكل شفى خور بهذا الشي أما بالنسبة لأشخاص اللي عدهم مجرد مايك ولابتوب وحاطي بالبيت مسوين عدهم استيديو اللي هو يقصد به عمر الكيلاني أما بالنسبة للمريانا فقال أنه الأشخاص اللي جمعون مشاهدات على اسمي وعلى اسم ياسو مثل ما سويت مريانا لما نزلت هذا المقطع وحطت اسم ياسو وراحطكم الستوري واشرح لكم به أفتخر بموهبتي وأفتخر بالشي اللي وصلت له وأفتخر شان تعبت على نفسي وصلت لهاي المرحلة بالراب و بأي شي كان كان بكتابة الأغاني أو الهندسة الصوتية أو كل شي وهو يا عالم أنا يوتيبر كتبت لهم أغاني ونطيتهم أغاني وجابت ملايين وصوت ضجة وهو أي شغلات كل شي هو يا طبع هنا يقصد وسام تقيت والأغاني اللي سواوا إياها رح تقول لي إذن هذا المحادثة اللي نشرتها شنو حبابي محادثة اللي نشرتها يا هالمحادثة بيني وبين أحسن ملحم بالعالم تخيلوا تعرفون يعني شو نحسن ملحم بالعالم يعني هذا الرجال يعني أحسن ملحم بالعالم يجوك جماعة لا فاهمين بالراب ولا شي يمشتري لها مايك بألف دينار من باب الشرجي ولابتوب بعشر تالاف دينار من باب الشرجي وحاطنا بغرفة ويسمي لك يا ستوديو بس كيد يعني كنا نعرف ليش لأنه تدرون أنتم المشاهدات من تنزل لازم يرجع أحد ويحط اسم ريدر يحط اسم ياسو ويحط اسم أي أحد يعني لازم هيش يكون أكوية شغلات باليوتيوب فهذا شي كلش عادي تعودنا عليه بس إن شاء الله بالأيام الجاية رح ننزل الأفكار رح ننزل لكم فيديوهات كلش حلوة أفكار حلوة ورح ننزل لكم يعني شغلات أفكار جديدة تقدرون همين تأخذوها وتسووها فعلا كلش رح تفيدكم طبعا هنا يقصد الأشخاص اللي قلدوا واللي منهم مريانا فلما نياسو وريدر نزلوا هذا المقطع مع الأشباه الأربعين طبعا جوا مريانا قلدوهم ونزلوا نفس المقطع فاكتبوني يا حبايا بالكومنتاج شو رأيكم بالكلام اللي قال لريدر وهل انتوا وياه أولا الخبر الخامس اللي عدنا عن أحمد حسن وزينب والحريق اللي صار بسيارتهم فأحمد حسن وزينب نزلوا على حسابهم بالإنستجرام شوية ستوريات كانوا مسوين بها حريق أو حادث صار للسيارة مالتهم يعني شكات بين حسبي الله ونعم الوكيل ومن الواضح أن السيارة من الدمرة وصير عليها حريق ولكن الحمد لله هم السليمين فبالستوري الأخير قال كل ما أشوف هذا المنظر رش سيارة وهي محترقة أتخيل لوجه إننا جواها وأنه ما قدرنا نطلع من عدها قبل الحريق شو إن شاء الله حيصير بينه وقلبيه جاني بسبب هذا الشي فالله أعبوضهم يا رب والف الحمد لله على السلامة ومصار لهم شي بس أولا نوصلنا إلى هذه المقطع أتمنى مقطع جاوكم اشتركوا في القناة شكرا لكم في زي مقاطع المملكة القصص وبس مع السلامة